ونذهب بكم الآن مباشرة إلى قصر الإمارات ينضم إلينا الزميل حامد رعاب من المنتدى الاقتصادي بين الإمارات وتركيا حامد تفاصيل هذا المنتدى أبرز الاتفاقيات أبرز الأرقام حتى هذه اللحظة شكرا للزملاء وحياكم الله ومشاهدين ومن الأصمة أبو ظبي حيث اختتمت في هذه اللحظات الملتقى الاقتصادي الإماراتي التركي اليوم وعلى هامشي زيارة فخامة الرئيس التركي إلى دولة الإمارات أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها اليوم قيمة الاتفاقيات فقط 50 مليار دولار وذلك بحضور صاحب السموة شيخ محمد بن زايد أنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وأيضا فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وحضور كبير من المسؤولين لتفاصيل أكثر حول هذه الاتفاقيات الاتفاقيات وكذلك المذكرات يسن أن ينضم معنا في هذه اللحظات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية رح فيك دكتور معانا اليوم وكيف رأيتم هذه الاتفاقيات اليوم والأرقام الناتجة عنها زيارة متميزة للرئيس التركي لدولة الإمارات خصائدية بحثة بدينها في اجتماعات على التشكيل لمجلس الأعمال الإماراتي التركي تفعيل كبير العمل بين القطاع الخاص الاتفاقيات التي تم تتويج فيها الأرقام الضخمة في الاستثمارات والمذكرات التفاهم اتصل قيمتها لن 5.7 مليار دولار الاتفاقيات عبارة عن الاستثمار بشكل كبير في القطاع الطاقة الطاقة المجددة بشكل خاص بحكم استعدالات واستحقات دولة الإمارات الاستثمار كبير في البترول في المشاركة في صندوق الدعم الكوارث وخاصة الزلازل وصندوق دعم الصادرات التركية وأيضا في مذكرات تفاهم بشكل كبير اللي يدعم البنية التحتية بشكل عام في تركيا أيضا من خلال المنتدى كان هناك تواصل مباشر بين القطاع الخاص من الطرفين مشاركة ضخمة من القطاع الخاص التركي والقطاع الخاص الإماراتي لضمان مواصلة العمل بيكون هناك إن شاء الله أيضا بزنس أعمال أو منتدى أعمال في الربع الأخير من هذه السنة لمواصلة هذا العمل إن شاء الله كل الشكر لك والتوفيق إن شاء الله مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية إذن هذه كانت تفاصيل الاتفاقيات التي وقعت اليوم خمسة عشر اتفاقية ومذكرات تفاهم بين دولة الإمارات وتركيا بقيمة تفوق الخمسين مليار دولار والشريك السادس لدولة الإمارات هي تركيا ضمن أكبر عشر شركاء اقتصاديين وتجاريين لدولة الإمارات اشتركوا في القناة